لاحظوا معي إنه طيطان صور لاحظوا معي يا صيقة في هذه الأشياء تشبيه الحجر كما تلاحظون العصافير يا سلام علي لاحظوا معي يا سلام يمكن من المجيء ولا مرار من هنا واو السلام عليكم يا شباب معكم يا سين من قناة ياس بليس اليوم جيتكم بفيديو جديد من لعبة أتمنى أن يكون يومكم بخير يا شباب أنا يومي بخير وعلى خير إيالك نقوم بصناعة طرش يا أصدقاء من زمان لم أقوم باستعمال الطرش لأنني كنت أستعمل فقط قاما لكي أقوم برفع القاما لكن لماذا لا نقوم باستعمال الطرش الآن كأننا نلعب في سيرفر في سيرفر أوفيشل ها هي الطرش يا أصدقاء هكذا تظهر الطرش في الظلام يا سلام عليك يا صديقي يا سلام لقد تم يا أصدقاء وضع التحديد الجديد الخاص باللعبة وأول شيء لاحظته بعد التحديد الجديد هو أن يا شباب اللعبة الآن أصبحت تدخل بسرعة من قبل كانت تتأخر كثيرا أثناء الدخول إلى اللعبة لكن الآن أصبحت تدخل بسرعة وكما تلاحظون بعض من قطع الميطال إنجتز ظهرت قرب المنزل كما تلاحظون يا أصدقاء فخلت هنا بعد التحديد الجديد ولا يجب علي أن تكون هنا لأننا قمنا بنزعها من قبل كما تلاحظون يا شباب من نسبة للمنزل فلم يتأدى نقمنا بالدخول إلى المنزل يا أصدقاء قطعات من الميطال ظهرت هنا قرب المنزل لكن المنزل لم يتأدى بقية كما هو لاحظوا معي قطع الميطال ظهرت هنا لكن لم يتأدى المنزل بعد التحديد كما تلاحظون يا شباب هذه الأشياء التي كنت أريد أن أخبركم إياها أما الآن يا أصدقاء سوف نحاول الانتظار أعتقد الصباح سوف يظهر في أي لحظة لذلك من الممكن أن نقوم بأخذ هيفا هيا يا هيفا تعالي سوف نقوم بأخذ هيفا يا أصدقاء ونقوم بالطيران لاحظوا معي الضوء كيف يظهر مع الريش الخاص بهيفا يا سلام ولاحظوا معي يا أصدقاء أول شيء سوف نتكلم عليه حاول التحديد الجديد هو هذا الجبل الجديد لاحظوا معي لقد أصبح ممتلئ بالتلج في التحديد القديم كان لدينا فقط هذا الجبل القريب من الأوبليسك الأزرق هو المملؤ بالتلج لكن الآن لقد تمت مديد التلج إلى هذا الجبل الآخر كما تلاحظون يا أصدقاء بالنسبة للشيء الذي لاحظته في هذا المكان هو أن الأول قليل سوف نذهب و سوف أريكم يا شابا لكي تتأكدوا معي يا أصدقاء وعدت لكم يا أصدقاء كما تلاحظون في هذه المنطقة لقد كان هناك العديد من الأويل كانت هناك صخرة من الأويل هنا وكانت هناك العديد من الصخور الخاصة بالأويل لكن كما تلاحظون لقد تم حدفها هل هذه الصخرة خاصة بالأويل؟ نعم هذه الصخرة خاصة بالأويل نعم يا أصدقاء على ما أعتقد أن هذه الصخرة خاصة بالأويل أعتقد يجب علي قتل هذا التيريكس لكي لا يقوم بالهجوم علي لكن لا مشكلة هذه نعم صخرة خاصة بالأويل وكذلك هذه صخرة خاصة بالأويل جيد لكن الصخور الأخرى الكثيرة التي كانت في هذه المنطقة لقد تم نزعها يا أصدقاء لا أعلم لماذا لكن الصخور الخاصة بالأويل تم نزعها نحاول أن أرى هل هناك مزيد من صخور الأويل في هذه المنطقة؟ هناك ساركو نعم هناك ساركو جيد لقد تم وضع سباون أريال خاصة بالساركو هنا جيد جدا حسنا نحاول فقط اكتشاف تحديتي يا أصدقاء لكي نعرف الأشياء التي تم حدفها والأشياء التي تم إضافتها بالنسبة للأويل نعم تم حدفه تم حدفه من هذه المناطق أكيد مئة في المئة قطع الميطة الإنجلس لا تزال لا تزال منتشرة في هذا المكان لكن الأويل مئة في المئة تم حدفه يا أصدقاء من هذه المنطقة إذا أردت الأويل الآن فيجب عليك الغوص وسط الماء إذا أردت العديد من الأويل يجب عليك الغوص يا صديقي أصبح الأمر صعب قليلا انتظروا هل هذه قطعة من الأويل؟ نعم أعتقد هذه قطعة من الأويل نعم هذا الأويل يا أصدقاء يعني الأويل موجود هنا لكن تم حدفه في تلك المناطق أخرى إذا أردت الأويل يجب عليك الصفر إلى هنا جيد جيد هذه أحجار الأويل يا أصدقاء لكنها أصبحت قليلة جدا لكن في هذه المنطقة فإن أحجار الأويل فهي كثيرة يمكنكم المجيء إلى هنا والحصول عليها هناك كذلك بعض من الكريستال هنا وكذلك السيليكا بيرل فهي موجودة هنا فهي هي أصدقاء يمكننا أخذها حسنا جيد الأويل موجود هناك كذلك أعتقد هناك قرش نعم هناك قرش في هذه المنطقة حاول الهجوم على تلك الدئاب حسنا الآن تعرفنا على الأويل بأنه تم حدفه في تلك المنطقة لكن لا يزال الأويل هنا حسنا جيد الآن سوف نقوم بالدهاب يا أصدقاء لكي نرى المكان الجليد الجديد الذي تم إضافته نحاول الدهاب ونقوم باكتشافه هيا لننطلق يا أصدقاء وها قد وصلنا إلى المنطقة الجديدة الآن فمنطقة الجليدية الجديدة من هنا بدأ الجليد يا أصدقاء من هذه المنطقة بدأ الجليد كما تلاحظون هذه البحيرة أصبحت جليدية كذلك كما تلاحظون تم إضافة هذه الأحجار الجليدية العملاقة وهي يا أصدقاء هذا الجبل أصبح جليدي كذلك كما تلاحظون يا شباب أيا فلنقوم بالصعود إليه هناك تيريكس هناك تيريكس آخر دائما هذه المناطق الجبلية لا تكون ممتلئة بالتيريكسات هناك ستيغو هناك اثنين من الكويتزل وهناك جايغانتوسوريس واو اثنين من الجايغانتوسوريس كمستوىك 12 فقط كمستوىك أنت 12 كذلك لذلك لا أنصحكم يا أصدقاء أن تقوموا بالمجيء إلى هذه الجبال نحن لأنها خطيرة هناك جايغانتوسوريس آخر اثنين اوه اه اذا جايغا إلى هنا فسوف أمر واوه الالثالث لاحظوا مع الثالث تحديث الجديد قام بإضافة العديد من الزيغانتوس وريصة فوق الجبال يا سلام عليك يريدون أكلي يبتعدوا عني يبتعدوا فأنا لا أريد الموت هذا هو الجبل تقريبا الجبل لم يتم تغييره كثيرا تم فقط إضافة التلج فوقه هكذا أتذكر هناك لم يطال تم إضافة كذلك هذا الشيء المميز راح دمي ما به البيبان راح دمي ما به أبواب المنازل القديمة كأنه قام الناس بالبناء هنا لكن العوامل الطبيعية قامت بتدمير البناء وتركت فقط هذه الأشياء قاموا بإضافة هذا الشيء كذلك أعتقد بأن تلك الأشياء قاموا بإضافتها في الخريطة ككل في بعض الأماكن في الخريطة سوف تجد مثل تلك البنايات كما تلاحظون يا شباب هذا هو الجبل يا أصدقاء كما تلاحظون لقد أصبح جليدي الآن كذلك هذه المناطق الخضراء هنا موجود فيها الشجر كذلك هناك بعض المناطق أصبحت جليدية سوف نقوم بالذهاب الآن إلى البحر هناك كذلك جيغانتوسوريس العديد من جيغانتوسوريسة يا أصدقاء أعتقد سوف يكون العديد من جيغانتوسوريسات في جميع الجبال لذلك هذه هي فرصتنا لكي نحاول ترويض جيغانتوسوريس بمستوى كبير 120 لأننا من الممكن أن نجدها يا أصدقاء من الممكن أن نجد صراحة 2 أو 3 من الممكن أن نجد اثنين أو ثلاثة لأنهم قاموا بالظهور من الممكن أن نجد العديد من الممكن أن نجد واحد في ذلك الجبل ومن الممكن أن نجد واحد كذلك فرب جبل البركان أعتقد من الممكن أن يكون جيغانتوسوريس بمستوى عالي هناك سوف أحاول البحث عنها وراء الكاميرا سوف نحاول ترويضها إن شاء الله فقط لكي لا نقوم بتضيع الوقت في البحث لأمن البحث يأخذ العديد من الوقت في بعض الأحيان لا أقوم بالبحث فقط أقوم بالطيران وأجد ديناصورات بمستوى عالي وعندما أقوم بالبحث لا أجدها مع الأسف كما تلاحظون هذه هي الأشياء التي تم إضافته هنا في هذا المكان هذا المكان كان عادي جدا لكن تم إضافة هذه الأشياء كما تلاحظون بالنسبة للأويل لا أعتقد بأنه يوجد أويل في هذه المنطقة من الممكن أن يكون موجود إذا قمنا بالغوص قليلا انتظروا سوف أقوم بوضع هناك سوفأتي لكي أغوص قليلا لا أعتقد بأنه يوجد أويل لا تلاحظون يا أصدقاء لا أعتقد بأنه يوجد أويل لكن هناك ديناصور ما هو هذا الديناصور ميغالودون ميغالودون قيرش نعم لا أعتقد بأنه يوجد أويل في هذه المنطقة لذلك إذا أردت الأويل يجب عليك الغوص الغوص وسط المحيط كي تحصل على الأويل أما الآن سوف نقوم بمتابعة الطريق لكي نكتشف التحديث الجديد يا أصدقاء لذلك هيا لننطلق يا شباب تحديث الآخر يا أصدقاء الذهاب إلى تلك الإحداثية يا أصدقاء أنا موجود الآن في ذلك الجبل يعني يجب علي الإنطلاق من هنا وهذه الطريق وكما تلاحظون نستطيع رؤية التحديث من هنا إذا قمت بالطيران قليلا إلى العلو لاحظوا معي هذه الأشجار لموجودة أمامي لاحظتم إنها طويلة جدا أعتقد بأنكم لاحظتمها لا تشبيه الأشجار لاحظوا معي هذه الأشجار الموجودة ورأي فهي قصيرة وما تلاحظون هي قصيرة يا أصدقاء لكن الأشجار الموجودة أمامي فهي طويلة جدا هذا هو التحديث الجديد الذي تم إضافته كذلك في اللعبة وهو قريب من سوامب قريبا هذه الأشجار فهي قريبا من سوامب سوف نقوم بالإقترب منها قليلا هذا هو المكان الذي قمنا ببناء البيز الخاصة بناء في الموسم الأول ذلك القصر إذا كنتم تتذكرون ليس هنا أسف هنا في هذا المكان قمنا ببناء القصر وهنا كنت أتي لكي أقوم بأخذ المطال لاحظوا معي ماذا تم إضافة هنا يا شباب تم إضافة هذه الأشياء فقط من أجل تزيين كما تلاحظون لا أعلم لماذا تصلح لكنهم قاموا بإضافتها فقط من أجل تزيين لما كان إلى آخره هذه الأشياء القديمة ولاحظوا معي هنا كنا نأتي إلى هنا وعلى اليسار كنا نذهب إلى الصومب وعلى اليمين لم تكن هذه البحيرة ولم يكن هذا الشيء ولم تكن هذه الأشجار العملاقة كما تلاحظون لاحظوا معي هذه الأشجار العملاقة هذه هو التحديث الجديد تحديث الريدوود الذي تم إضافته وهذا هو التحديث المميز تقريبا الذي قاموا بإضافته يمكنني أخذ البيريز من هذه الأشياء العملاقة يمكنني المجيء إلى هنا وأخذ البيريز بالنسبة لهذه الأشجار العملاقة فنحن لا نستطيع قطعها كما تلاحظون إذا حاولت الضغط فأنا لا أستطيع قطعها لكن هذه الشجرة الصغيرة أعتقي بأنني أستطيع الأستطيع دعب هذه الشجرة أستطيع المهم الأشجار العملاقة مثل هذه هذه الشجرة ليست عملاقة أستطيع هيا فلنقم بتدميرها جيد استطعنا تدميرها المهم لما هذه الأشجار الصغيرة يمكن تدميرها لكن هذه الأشجار العملاقة فلا يمكن تدميرها يا أصدقاء مثل هذه الشجرة لاحظوا معي شجرة عملاقة واو واو وو النجد انت نورما هرب هرب هيا 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 اقتله سوف اساعدك معركة شريسة معركة شريسة قدار المنطقة خطيرة كما تلاحظون المهم هذه الاشجار الصغيرة يمكن قطعها لكن الأشجار العملاقة فلا يمكن يا شباب وهذا هو الريدوود كما تلاحظون لاحظوا معي لاحظوا معي كما تلاحظون العصافر يا سلام عليك يا سلام واه لاحظوا معي يا سلام يمكن من المجيء والمرور من هنا واو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يا سلام عليك ويوش بين الجسر كذلك لأنها تحت من الماء ممتاز صراحة ممتاز كما تلاحظون يا أصدقاء هذا هو التحديث الجديد لاحظوا معي كيف هو كذلك المنظر مميز لاحظوا معي يا شباب المنظر مميز كذلك الضل الضل الأشجار والمكان بارد كذلك مميز لكنه خطر هناك ضيان صورات شرسة هنا يا شباب لاحظوا معي المكان صراحة تحديث جيد تحديث جيد للعبة وخصوصا أن العديد من الأشخاص قاموا بالدهاب واللعب في خرائط أخرى مثل خريطة ديسانتر لكن بعد هذا التحديث فأعتقد أن العديد من الأشخاص سوف يعودون لخريطة دقارك لكي يقوموا باللعب فيها يقوموا بجربة هذه الأشياء المميزة لاحظوا معي الجرين وود سوف نحاول الطيران فوق لكي نشاهد الأمر انتظروا أقوم بإعطاء الطير الخاص ببعض من السوبس خذ السوبس لكي تستطع الطيران بسرعة لكي تستطع أسف لأن أنت لاحظوا معي المكان لاحظوا معي هذه الأشجار يا سلام وهناك جبل كذلك وسط هذا المكان هناك هذا الجبل يا سلام صراحة تحديث مميز تحديث مميز صراحة يا أصدقاء الإضافة الجديدة فهي مميزة في اللعبة كما تلاحظون يا شباب هذا هو مكان الريد وود الذي تم تحديثه يا أصدقاء وهذا هو البركان وكما تلاحظون تلك العلامة التي كانت قرب الشاطئ هنا فقد تم حدفوها وكما قلت لكم يعني أنها عندنا صحح يا أصدقاء لقد تم تغيير هذه الأشياء يعني أي شخص كان لديه منزل في هذه المنطقة فلقد تم تدميره مع الأسف كما تلاحظون يا أصدقاء هذا هو التحديث هذا هو التحديث الجديد هذا هي أشجار الريد وود التي تم إضافتها في التحديث تقريبا هذه هي الأشياء الموجودة لحد الآن نعم وكذلك هناك ديناصور جديد تم إضافته انتظروا سوف أحاول الذهاب ولبحت عليه انتظروا أعتقد سوف يكون موجود في مكان ما لكن انتظروا قليلا سوف أحاول الذهاب إلى الويب براوسر نسيت اسم ذلك الديناصور الجديد يا أصدقاء نعم ها هو يا شباب اسمه تيتانوسور ها هو هو أكبر ديناصور في اللعبة لحد الآن أكبر ديناصور لا أعتقد أنه سيكون ديناصور أكبر من هذا الديناصور أكبر ديناصور في العالم وفي اللعبة لحد الآن وهذه المناطق التي من الممكن أن يظهر فيها لحد الآن فهو ديناصور جديد لكن في هذه المناطق رار يعني في الريدوود من الممكن أن يظهر لنا في مناطق الريدوود لكن في هذه المنطقة فهو لا يظهر وكذلك في هذه المناطق الحمراء وإذا ظهر فسوف يظهر قليلا يعني من الممكن أن لا يظهر وكذلك قلب البور كان من الممكن أن لا يظهر في هذه الأماكن من الممكن أن نجده هذه الأماكن الرمادية هنا من الممكن أن نجده لكن أغلب أماكن ظهريه فسوف تكون في الريدوود لذلك إذا أردتم البحث عليه فيجب عليكم المجيء إلى الريدوود وهذا الديناصور هو قاتل جايغانتصوريس نعم يا أصدقاء أخطر ديناصور في اللعبة هذا الديناصور من الممكن أن يقتله لأنه قوي جدا قوي ديناصور أعتقد عاشب لكنه قوي جدا يا أصدقاء قوي جدا سوف أحاول البحث عليها يا شباب وسوف أعود لكم يا أصدقاء لكي نرى لاحظوا معي هذا السبطينو إنه عالق هنا يقوم بأكل هذه الأسماك نعم يا أصدقاء وكذلك هذا السمك فهو جديد لقد تم إضافته لكن ليس في هذا التحديد تم إضافته من زمان انتظروا ها هو ها هو يا أصدقاء ليس هذا ها هو وووووووش تعالي تعالي يا يبا تعاله تعالي هذا السباينوين يريد للعب معي شوف أقوم أنا كذلك باللعب معه شوف أقوم أنا كذلك باللعب معه لأنه أراد اللعب معي حسنا وقد ذابت تلك السماكة ماذا تريد يا كارنو ماذا تريد تريد اللعب معي حسنا سوف ألعب معك أنا كذلك هيفا كيفي هناك فأنا أحاول لبحث عن تلك السماكة لكن أعتقد بأنها تم قتلها أعتقد بأن هذا السباينو قام بقتلها نعم لقد قام بقتلها ها هي يا أصدقاء اسمها سيبرتوت سالومون سيبرتوت سالومون وهي أكل للحوم كذلك تستطيع أكل لحم البشر ها هي حسنا هيا فلنقم بالصعود جيد الآن سوف أحاول لبحث عن ذلك الضيناصور العملاق سوف أعود لكم بعد اللحظة يا أصدقاء وعدنا يا شباب مع أكبر ضيناصور في اللعبة لاحظوا معي إنه طيطانصور لاحظوا معي يا أصدقاء في هذه الأشياء تششبة الحجر ووووووووو وكذلك الهواء أستطيع الطيارة لأسفل رجليه يا أصدقاء يا سلام هذا الديناصور لديه أكثر من مئة ألف في الهيلت يعني من الصعب أن تقوم بقتله يا صديقي من الصعب حتى ولو كان لديك جايغانتصوريس من الصعب أن تقوم بقتله هذا الديناصور العملاق من الصعب جدا ديناصور خطير جدا لاحظوا معي إنه عملاق سوف نقوم بترويض هذا الديناصور لا تقلقوا يا أصدقاء هذا أعتقد مستوى ضعيف كم مستوى لا أستطيع رؤية لمستوى سوف أقوم بالنزول اسمعيني يا هيفا كم مستوى كم مستوى مستوى 12 12 يا سلام أكبر ديناصور لحد الآن في اللعبة هو هذا الديناصور كما تلاحظون سوف أحاول الهجوم عليه كم أخذ مني أخذ مني ما يقارب 600 VA من ضربة واحدة ضربة واحدة أخذ مني 600 VA ما بالك اذا قام بالهجوم عليه العديد من المرات ديناصور خطير ديناصور خطير جدا يا سلام المشكل الموجود لديه هو انه ليس سريع لكن هذا الديناصور هو قاتل جيغانتوسوريس لذلك لا انصحكم باللعب معه يا اصدقاء سوف يقتلكم اكيد سوف يقتلكم اكيد بالنسبة لهذه الاشجار العملاقة فلا اعتقد انه يستطيع تدميرها هو كذلك لذلك اعتقد بانه علق اعتقد بانه علق في تلك المنطقة لقد علق يا اصدقاء لن يستطيع تدمير هذه الشجارة لكن ديناصور خطير جدا لدي ما يقارب مئة الف في الهيلت هل تعلمون كم هي مئة الف في الهيلت يا اصدقاء الكثير والكثير سوف نحاول ترويضها ان شاء الله يا اصدقاء لكن في حلقة مقبلة يا شباب كانت هذه الحلقة فقط لكي نقوم بالطيران قليلا في الخريطة ونلاحظ الاشياء الجديدة التي تم اضافتها من الممكن ان لا يكون في هذا الفيديو جميع الاشياء التي تم اضافتها لانني لا اعلم صراحة جميع الاشياء التي تم اضافتها يا شباب المهم هذا هو التحديث المهم الاشياء المهمة هي هذه غابة الريدوود وكذلك المنطقة الجليدية الجديدة لاحظوا معي هذا البرونتو البرونتو صغير جدا صغير جدا عندما نقارن مع هذا الديناصور الجديد لاحظوا معي دقمت بالمرور لا استطيع ان انني عالق لو كان الديناصور الجديد لقمت بالمرور بسهولة لاحظوا معي البرونتو صغير جدا مع الاسف البرونتو لقد مات البرونتو الان لان لدينا ذلك الديناصور الجديد العملاق حسنا يا اصدقاء كان هذا فيديو بسيط حول التحديث الجديد اتمنى ان يعجبكم في الحلقة القديمة سوف يكون لدينا فيديو خاص بكهف السوامب والفيديو الخاص بالكهف السوامب يا شباب فهو فيديو قمت بتسجيله من قبل هذا التحديث يعني سوف اقوم برفع هذا الفيديو لكن فيديو السوامب فقد تم تسجيله من قبل يعني فيديو السوامب فهو لدي مسجل الان لكن سوف اقوم برفعه بعد هذا الفيديو ان شاء الله يا اصدقاء حسنا يا شباب اتمنى ان يعجبكم الفيديو اذا عجبكم فلا تنسوا الضغط على زر لايك انتظر ردودكم يا شباب السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة